أن موسى عليه السلام لما لقي آدم أبا البشري أحتى لامه لام آدم عليه السلام وقال لما أخرجتنا ونفسك من الجنة لما أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال كم وجدت هذا مكتوباً عليك أنت موسى كريم الله كم وجدت هذا مكتوباً عليك في اللوح المحكول فقال موسى ما معناه نعم إن الله قد كتب ذلك عليك في اللوح المحكول فالجبرية أخذوا هذا وقالوا هذا الدليل للجبرية إن آدم حج موسى حج موسى بأن ما حصل منه ليس باختياره وإنما هو فعل الله جل وعلا ولكنهم ما فهموا الحديث فموسى لم يحتج على آدم بالقضى والقدر وإنما احتج عليه بالمصيبة التي حصلت لما أخرجتنا من الجنة هذه المصيبة فاحتج عليه آدم بالقضى والقدر والاحتجاج بالقضى والقدر على المصائب جائز لأنه يسهلها على الإنسان ولا يجزع ولا يسطف فموسى لم يسأله عن القضى والقدر لم يقل لماذا قدر الله عليه كذا وإنما قال لما أخرجتنا على المصيبة التي ترتبت وترتبت على ما حصل من آدم من الأكل من الشجرات وموسى لم يلومه على الذنب لم يلومه على الذنب لأنه تاب منه والتائب لا يلام على ما حصل منه بعد التوبة فهو لم يلومه على الذنب لم يقل لماذا أكلت من الشجرة لأنه تاب من ذلك تاب الله عليه وإنما لامه على أخراج من الجنة وهذه مصيبة أصابت ذرية آدم فآدم احتج عليه بالقضى والقدر والاحتجاج بالقضى والقدر على المصائب مشروع ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإن أصابك الشيء فلا تقل لو أني فعلت ولكن قل قضاء الله ولكن قل قدر الله وما شاء فعل احتج بالقضى والقدر على المصيبة لأنه ليس لك فيها اختيار إنما يفعل الله أما المعصية فهي ذنبك أنت لا تحتج بالقضى والقدر ولهذا قال العلماء يحتج بالقضاء والقدر على المصائب ولا يحتج به على المعائب لا تحتج بالقضاء والقدر على الذنوب وإنما تحتج به على المصائب لأن الذنوب فعلك أنت وأما المصائب فهي فعل الله جل وعلا ليست من فعلك فهذا هو الفصل في هذه المسألة العظيمة نعم